قالها شيخنا صريح العبارة التصوير حرام التصوير التصوير أنه محرم هذا هو الأصل التصوير لا يجوز هذا حرام التصوير كل شيء التصوير حرام سهلا يا صدقائي مش أخباركم زينين إن شاء الله سنة 2015 2014 تقريبا أيام محمد كان مطوع لا يزال أتوقع شيخنا بالحلقة فتح موضوع كان صادم بالنسبة لي يا الله قالها شيخنا صريح العبارة التصوير حرام التصوير التصوير أنه محرم هذا هو الأصل التصوير لا يجوز هذا حرام التصوير كل شيء التصوير حرام على أي أساس يا شيخ شيء لازم أقوله ببداية عشان الناس ماضية أنا ما عندي مشكلة مع المطاعة ولا عندي مشكلة مع الفتوه هذه أبدا صراحة لكن أنا أقول قصتي لحد يكفرنا لأن التكفير هالأيام صار ببيزة أنا مغير شيء الناس يكفروني ما أدري ليش محمد رد البيت وهي لس يفكر 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 زي أنا مصور وائد ناس أنا أحب البورتريت شغل في التصوير البورتريت بس تعرف أنه في مدى أحبك لرب العالمين أقوى من أي شيء في الحياة يعني الله يرزقنا الإرادة والعزيمة اللي كانت عنديه والله ويمحمد يمسك كامرته لابتوبه ويمسح كل الصور اللي مصورها واللي عند إياه عن طفولته ذكرياته صور إخوانه صور خواته صور موضوع الحمد لله وقتها أنا مو مصور العائلة الرسمي ولا كان مسحت نص القبيلة ومسح 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 مسحت كل ذكرياتي مو كلها فعليا عندي يعني عند ربعي وشذيب بس اللي كان عندي بالآيباد وبالآيبود وقتها مسحتها كله شيء كان يضايق أنك أنت تدخل بضراباته يا إخواني إذا صوروني أتصور ليش ما أصورك أنت ما تحب؟ أقول لي لأ عادي بس تصوير حرام كان يناقش نزاه الله خير لما يعني ما كان يقنعني من نفس الوقت لما أنا رد البيت وأفكر بروحي أقول أمم صاح كلامه بس ما يصير أقول صاح قدامه طبعا عشان ما أبين أني أنا طيف ومكسور يعني في أش في شوخة هني قالوا تصوير حلال في شوخة هني قالوا تصوير حرام أتبع منه؟ الزبدة أنا ما أقدر أحلل أو أحرم عشان ما أدخل بصراعات ما لها أول ولا ثالث مالي خلق بس الشيء اللي أؤمن فيه دايما وفتوى الشيخ عزيز اللي واي إذا أحبها ولذلك يا أخي الفاضل أنت شوف من تثق بدينه وأمانته وعلمه فقلده إذا كنت عاميا أما إذا كنت متعلم وعندك قدرة على التمييز بين الأقوال لا انظر في القول الذي معه الدليل شنو أول شي تسوي إذا صار فيه تضارب بالأقوال ياخي ما بقول أن الدين يتغير بس الفتاة وطلعت حتى تتغير شنو نستنتج حني أن محمد كان متعصب وايد سو؟ التعصب شي موايد زين لازم ننبذ التعصب وإذا اتبعناه عمياني شذيء دشينا بالطوف الله وكيلك لا تتعصبون لشيء ممكن باشر تغيرون آرائكم وتصيرون أنتو تصيرون نفسي يوم من الأيام أنا سأقول أن التصوير حرام اليوم أنا أسترزق من التصوير وهذه مهنتيان أحبكم موايد لحد كفر كان في سؤال يطري في بالي بعد اللي كانوا يقولون أنه حرام كانوا يقولون أنه مباح للضرورة لا يجوز التصوير إلا للضرورة للضرورة هل التصوير الضرورة؟ نسب لي؟ نعم ضرورة الولد اللي كان طايح بالشاطئ أحد كان يدري شو نسالفته لو لأنه في مصورة إعلامية صورته ونشرت صورته أشخاص اللي ببلاد ثانية اللي عانوا من الفقر والأمراض وهذه الأشياء ما كنا راح نعارف عنهم ولا شيء لو لأن صورهم وصلت لنا وشفناهم وقصصهم قصة البنت اللي تعذبت وقصوا خشمها بالنهاية ما بحط الصورة لأنه وايد جميع أن يتعور بالنهاية بالنسبة لي أنا مو يا يقول منه صح ومنه غلط أنا يا يأنقلكم تجربتي اللي عشتها وشلون أنا تجربتي هذي تغيرت مع الأيام وسبحان الله صرت العكس لو حد يكفرني أنا مو ضد المطاوعة ما أسبب المطاوعة أنا أحب يوم طاوعة كان معاكم محمد الكمالي وهالمرة من مكان يديت نسبيا بس حبيت زاوية يديت بالاستديو وبغيت أحس أحص؟ بغيت أحس أن الموضوع سيريس شوي شذي يعني ألي هو إيه عادي اشتعوا يا ما شوفكم على خير مع السلامة